طيب مبارح كان يوم حزين لكل العاملين في الوسط السياسي بشكل عام وكمان الوسط الإعلامي في الحقيقة بسبب وفاة النائب أحمد زدان اللي مبارح نعته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نعت النائب أحمد زدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية واللي توفيه مبارح بعد الصراع مع المرض وتقدمت التنسيقية بالتعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد صاحب السيرة الطيبة والقلب المخلص في خدمة وطنه وأمته يمكن في الحقيقة جمانة أنا كنت أعرف أحمد أحمد من الناس المؤثرة جدا في مجالها ما فيش حد قعد مع أحمد زدان رحمة الله عليه غير وتأثر بي كان مخلص جدا دقوب في عمله كان دايما بينحاز لي المواطن والوطن كل القضايا المتعلقة بالوطن والمواطن كان أحمد من الناس فعلا اللي كان بيخلص في عمله فيها رحمة الله عليه يعني مشهود له باق الصيرة الطيبة وممكن أنا للأسف ما سرحت ليش الفرصة أن أعرفه شخصيا لكن كنت دايما سمعي عنه كان سمع طيب والحقيقة كمان لو أتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي من مبارح ناس كتير جدا ناعد طبعا نائب أحمد زدان هو كان أصغر نائب في برلمان 2015 برلمان ده كان في وقت حارج وكان في وقت دقيق وكان هو أصغر نائب فيه كان عمر وقتها 28 سنة وكان طبعا فيه مجلس نواب عن نائب عن دايرة الساحل بشوبرة خلينا أقولك أن برلمان 2015 ده تحديدا أحمد يعني خاض المعركة الانتخابية قدام 46 نائب في دايرة الساحل وإدر أنه هو يعني يكتاز ويكتسح الأصوات قدام 46 نائب ويحصل فيه الدورة دي على أصواته وهو كان مرشح زي ما قلت عن دايرة الساحل وخاض كمان ونجح فيه برلمان 2021 وشارك في عدد من مشاريع القوانين اللي للأسف ما خرجتش للنور بسبب صراعه مع المرض ووفاته أحمد خارجي اقتصاد وعلوم سياسية للي ما يعرفوش وأحمد دفعة 2009 وكان حلمه من وهو في سنوية عامة أنه هو يكون نائب عن الشعب وقدر فعلا يحقق حلمه لكن للأسف الطيبون يرحلون سريعا يعني الله يرحمه طبعا ويلهم ذوي الصبر والسلوان